المعدن النفيس بسبب ندرته وصعوبة استخراجه وتدويره ولو نظرنا إلى أكثر عشر دول كنزا لذهب في العالم سنجد أن تلك الدول هي التي تعتبر الأولى اقتصاديا حول العالم لنبدأ إذن مع المرتبة العاشرة التي جاءت فيها الهند باحتياطي يبلغ 557 طن المرتبة التاسعة لهولندا باحتياطي يبلغ 612 طن المرتبة الثامنة جاءت فيها اليابان ب765 طن المرتبة السابعة في احتياطي الذهب كانت لروسيا التي يبلغ مخزونها 1015 طن المرتبة السادسة لسويسرا باحتياطي وصل إلى 1041 طن الصين حلت خامسا باحتياطي وصل إلى 1054 طن المركز الرابع عالميا لفرنسا بمخزون بلغ 2435 طن إيطاليا جاءت ثالثا باحتياطي وصل إلى 2451 طن ثانيا حلت ألمانيا باحتياطي وصل إلى 3387 طن الولايات المتحدة والتي على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي ألمت بها إلا أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا في احتياطي الذهب لديها حيث أنها تختزن 8133 طن من الذهب إذن هذه بشكل عام نظرة سريعة على أكثر 10 دول كنزا للذهب في العالم بحسب مجلس الذهب ترجمة نانسي قنقر